بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله أسهل طريقة للفطير المشالتت هتعمليها النهاردة وبقى أقل كمية من الزبدة وكمان بمنتهى الطروة واللزازة ويلا نسمي بالرحمن وندخل نشوف هنعمله إزاي أول حاجة حبيبي هنحتاج لكيلو من الدقيق الدقيق عندي متعدد الاستخدام أي نوع بتفضلي تستخدمي هحتاج معلقتين كبار من السكر وكمان هحتاج لربع معلقة كده من الملح بعد كده خلص هنقلب كل المكونات مش هحتاج أي حاجة تانية غير الميا للعجن يعني المكونات الجافة عندي كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام معلقتين سكر ربع معلقة من الملح هنجيب بولة فاضية كده ونجيب المج بتاعنا بتاع الشاي اللي هو العادي اللي موجود في كل بيت المج ده هجيب منه كوبايتين ونص من الميا دي اول كوباية بسم الله تاني كوباية وهجيب كمان نص يبقى الميا اللي هستخدمها الكيلو الدقيق كوبين ونص من المج العادي بتاع الشاي المتوافر في كل بيت هعجن بقى دقيق بتاعي بكوبايتين ونص الميا وهنشوف العجينة بتاعتنا وطبعا كلنا بنعرف نعجن هيطلع معايا العجين ناعم بالشكل ده وفي سن التراوة كده مش يابس قوي وشايفين معايا المرونة اللي في العجينة عاملة معايا كده اللهم بارك زي حتة الملبن هدهن البولة بتاعتي كده رشة من الزيت وابتدي اسيب العجينة بتاعتي ترتاح مش اقل من نص ساعة لحد ما تبقى معايا مريحة كده في الفرد العجينة اهم حاجة عندي انها ترتاح لازم اغطيها واسبها ترتاح الراحة العجينة هتريحني انا شخصيا اثناء الفرد بعد ما سبت العجينة بتاعتي نص ساعة تروحي تصلي تروحي تشوفي اي حاجة تعمليها العجينة هتكون ارتحت بالشكل ده هتغريزي صبوعك فيها كده علشان تتأكدي انها ارتحت ارتحت صبوعك مش هيرجع تاني هتفضل مكانها كده هتتأكدي في الوقت ده انها ارتحت هتبتدي تشتغلي فيها هنجيب رشة حلوة كده من الدقيق ننزل بها على الرخامة بتاعتنا او على سطح العمل ولازم رشة الدقيق دي علشان العجينة بتاعتنا ما تلزقش معانا اثناء الفرد بس هم بالرحمن بقى ونجيب العجينة بتاعتنا ونبتدي ننزل كده بادينا اللهم بارك حتة ملبن تحت ايدي كده شايفين العجينة بتتفرد معايا سالسة جدا ونعمة وطرية وبتمشي معايا لوحدها كده ما شاء الله تبارك الرحمن اكيد الشكل شارح نفسه زي ما احنا شايفين هنأكد بس على الدقيق اللي تحت العجينة علشان ما تلزقش معايا في سطح العمل زي ما احنا شايفين وهنبتدي نوسع بقى العجينة بتاعتنا قد ما نقدر هنا العجينة بتاعتي هي الكيلو الدقيق على بعضه انا بفردها كلها على بعضها ما قطعتهاش ولا حاجة شايفين اتفردت معايا مساحة قد ايه من غير ما استخدم اي فرادة في الوقت ده بقى هبتدي اجيب لنا الشابة بتاعتي وافرد العجينة زي ما احنا شايفين كده على مهلي خالص لحد ما توسع اكبر قدر ممكن مش لازم تكون العجينة في المرحلة دي رؤيئة قوي انا عيزاها مفروضة قد مقدر بس مش لازم تبقى رؤيئة على الاخر انا دلوقتي في المرحلة دي مش عيزاها رؤيئة جدا هفرت بس تقدم مقدر على قد المكان اللي عندي زي ما احنا شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن العجينة طيعة جدا وسالسة علشان اتخدمت كويس جدا أثناء العجن عجنتها مش أقل من 10 دقايق عجن متواصل لحد ما نعمت معايا وكمان ريحتها نص ساعة او يعدي عن نص ساعة لو في ايديك تريحيها ساعة هتريحك في الفرد أكتر وأكتر بعد ما ارتحت معايا وفردتها بالشكل ده عندي حوالي كوب من الزبدة والزبدة هنا أنا هستخدم النهاردة زبدة فلاحي طرية كده بدرجة حرارة المطبخ ولو مش طرية ممكن تطريها في المايكرويفر نص دقيقة ولا حاجة هتطلع معاك بالطراوة دي هفرد الزبدة بتاعتي على العجينة على سطح العجينة بالكامل أهم حاجة ما سيبش ولا جزء في العجينة مش مفروض عليه الزبدة وهي طبعا هنا مش مهم قد ايه كمية الزبدة يعني مش لازم تكون كمية كبيرة المهم ممكن تكون كمية خفيفة جدا بس لازم تكون مفروضة بالكامل على سطح العجينة علشان هي اللي هتدي معي التوريق للفطير بتاعي ابتدي اجيب بقى طرف العجينة واعمل رول كده زي ما احنا شايفين وانا بعمل الرول احاول ما اخليش اي فراغات ما بين العجينة وبعضها وانا بلفها واجيبها قدامي كده زي ما احنا شايفين وابتدي اقفل بقى الحرف الاخير ده على بعض كده مع بعض وقلمهم وامسكها في بعضها كده واقفل الاضراف من اليمين ومن الشمال بتاعت العجينة علشان احافظ على الزبدة بتاعتي ما تخرجش برا العجينة هنفض اي دقيق عندي فوق سطح الرول بتاعي متقلقيش خالص من الدقيق ده مش هيعمل اي مشكلة وبقى عندي الكيلو الدقيق رول على بعضه كده برحتك بقى عايزة تعملي فطرتين ماشي عايزة تعملي فطيرة واحدة اوكي عايزة تعملي اربع خمس فطاير زي ما انت عايزة هيبقى ميني فطير لذيذ كده وما اطقت بس انا النهاردة هقسمها فطرتين هعمل كيلو دقيق فطرتين وطبعا بعد ما اسمت بقى اقفل الجامب اللي انا اسمته كده واقفل الجامب التاني برضو طبقات كده الزبدة ما تطلعش منه ماشاء الله وهبتدي اقفلها على بعضها اتنين كده زي ما احنا شايفين واجيب صانية عليها معلقتين تلاتة من الزيت واخد الرول بتاعي بقى بعد ما تانيته على بعضه كده ادهنه في الزيت اللي على الصانية زي ما احنا شايفين اغلفه بالكامل علشان الخطوة دي بتخلي الفطيرة بتاعتي متعملش اشرة وتفتل طرية كده ولزيزة هنبتدي بقى بعد ما غلفناها بالزيت بالكامل كده الفطرتين بتاعي بعد ما اسمناهم هجيب اي بلاستيك كيس بلاستيك كده واغطي بي الفطرتين زي ما احنا شايفين علشان الوش ما يعملش معايا اشرة لاني هسيبهم في المرحلة دي كمان نص ساعة علشان العجينة معايا ترتاح ولما ترتاح اقدر افردها الفرده اللي بعد كده ما شاء الله طريقة سهلة جدا لفرد الفطير وما فيش فيها اي مجهود اهم حاجة في الخطوات انك تريح العجينة كويس جدا هتريحك في الفرد وحتطلع معاك في الاخر نتيجة هاتبهرك انتي شخصيا بعد ما ارتحت معايا نص ساعة بغر الصباعي برضو علشان اتأكد انها ارتحت فاقدر اشتغل فيها ما شاء الله تبارك الرحمن بعد مغر الصباعي كده ما بيطلعش الفوق فهبتدي اشتغل فيها هشيل الصينية بتاعتي واجيب معلقتين من الزيت على سطح الرخامة بتاعي وابتدي اوزعهم كده زي ما احنا شايفين المرة دي انا هشتغل على الزيت المرة الاولانية لما كانت دقيقة على بعضه او العجينة على بعضها الكيلو اشتغلت على دقيقة لازم نخلي بالنا من الخطوات المرة دي هشتغل على زيت مش هستخدم الدقيقة خالص وهسمي بالرحمن واجيب اول فطيرة عندي ابتدي افردها شايفين معايا اللهم بارك بايدي كده العجينة بتمشي بمنتهى البساطة والثلاسة شايفين معايا ما شاء الله تبارك الرحمن بتجري معايا كده على سطح العمل شايفين اوسعها شوية كده بأدية وبعد كده هجيب ان الشابة بتاعتي وبتدي اوسع فيها بقى قد مقدر لحد ما تبقى خفيفة معايا المرة دي انا عايزة العجينة بتاعتي تبقى رفيعة او رؤياء شوية اكتر من المرة الاولانية لان المرة دي هتدي طبقات اكتر زي ما احنا شايفين كل ما حسب ما تقدري او قد ما تقدري رقائي العجينة بتاعتك في الخطوة دي هبتدي اشد كده البرة من جوه البرة علشان تبقى العجينة ارق المرة دي وابتدي اركز كمان على الحروف علشان ما تبقاش فيها تكتلات كده وانت بتاكل الفطير تبقى حروفه كده مكالكعة جوه الفطيرة هاخد برضو طبقة خفيفة كده جدا من الزبدة افردها على سطح الفطيرة زي ما احنا شايفين مش مهم برضو تكتري الزبدة قد ما مهم تغطي سطح العجينة بالكامل وما تسيبيش ولا حتة كده مش مفروض فيها زبدة ممكن برضو تستخدمي الزبدة الصفرة وعملنا قبل كده بالزبدة الصفرة وكان ضعمه خطير المرة دي حبيت اعمله بالزبدة الفلاحي علشان نقول ان هو ينفع بكل الحالات اي مادة دهنية عايزها بس ما تستخدميش الزيت تانيت كده جزء من العجينة زي ما احنا شايفين وهدهن طبقة من الزبدة خفيفة ممكن ما دهنش لانه هقلب الجزء اللي مدهون ده زبدة وهبتدي اقفلها كده اليمين على الشمال والشمال اجيبه بعد كده فوقيه وابتدي ادهن طبقة خفيفة من الزبدة زي ما احنا شايفين يعني كأنها حاجة ما تذكرش هقفل الجزء اللي فوق عليك كده على الوسط واجيب الجزء اللي تحت عليه وكده بقى معايا ظرف كده زي ما احنا شايفين مربع او مستطيل هبتدي ألم كل الاطراف على بعضها زي ما احنا شايفين مع بعض وهتبقى معايا زي السرة كده او البقجة دي اول فطيرة وده الشكل النهائي للفطيرة بتاعتنا على صنية الفرن ولازم اكون دهناها معلقتين كده من الزيت علشان ما تلزقش مني أثناء الخبز والفرد وكمان بيديها لون موحد من تحت وأثناء التسوية اللهم بارك خطوتين ثلاثة بس تسهلين جدا وبيخلوا معاكي الفطير يطلع مميز جدا هجيب بقى كمان معلقتين من الزيت علشان اعمل الفطيرة التانية بنفس الخطوات كان ممكن اعمل معاكم فطيرة واحدة بس طبعا كل ما تعملي الخطوات مرة تانية بتثبت المعلومة وبين كده تفاصيلها زي ما احنا شايفين الفطيرة التانية ارتحت أكتر كل ما نجرس صوابعنا كده بنلاقيها مرتاحة وبتمشي معانا من منتهى السلاثة أصرع الفيديو ده شوية في الفطيرة التانية علشان مطولش عليكم الفيديو هفرد الفطيرة زي ما احنا شايفين بإيدي كده قد مقدر وبعد كده بجيب النشابة بتاعتي وأكمل عليها فرد لحد ما توسع معايا وتبقى حاجة أقدر أخليها عليها زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله تبارك الرحمن بمشي بس كده أخد من جوه لبرة وكمان بعد كده بركز على الحروف زي ما قلنا علشان الحروف ما تكونش تخينة وكمان أقدر أفردها أكتر قدر ممكن علشان أحط لها طبقة الزبدة اللي أنا هحطها فتورق معايا عدد توريقات أكتر وأكتر زي ما احنا شايفين طبقة خفيفة برضو من الزبدة مسحة خفيفة كده كل مرة بنحط فيها زبدة وبنطبق فيها طبقات دي بتعمل معايا توريقات جوه الفطيرة وبتديكي نتيجة تحفة جدا اللهم بارك الفطيرة بتاعتي عملتها في ثواني علشان مرتاحة معايا وراحة الفطيرة دي بتخدمني جدا جدا أو راحة العجينة بتخدمني هبتدي أخذ الطبقة الجائن نحية اليمين على الوسط كده وأجيب الناحية التانية عليها وأدهن طبقة من الزبدة خفيفة كده وابتدي أجيب اللي فوق على الوسط وأخذ اللي تحت أحطه فوق الطبقة اللي أنا طبقتها واضحة طبعا يعني الفيديو شارح نفسه بعد ما بقت معايا مربع كده أبتدي ألم كل الزوايا على بعضها وأعملها زي القرصة كده أو زي السرة وألمها وأخلي القفل بتاعها لتحت على الصينية بتاعة الفرن بتاعي وأخلي قدر الإمكان الشكل بتاعها مستدير علشان ده الشكل النهائي للفطيرة بتاعتنا وهسيبها ترتاح نص ساعة والأولانية غطيتها بكيس بلاستيك زي كده كل مرة وانتي بتسيب الفطيرة ترتاح لازم تكون وشها مدهون زيت وكمان متغطية بكيس بلاستيك في المرحلة دي بجيب معلقتين من القشطة بتاعت وش الحليب أو أي قشطة متوفرة عندك عليهم معلقتين من الزيت وقلبهم كويس جدا أمكسهم مع بعض بعد ما العجينة بتاعتي ارتاحت آخر مرة اللي هي آخر مرحلة بغر الصباعي كده بلاقيها مرتاحة جدا جدا سيبيها نص ساعة سيبيها ساعة لربع ساعة لو تقدره عندك وقت طول ما ترتاح كل ما هتديكي نتيجة أفضل هسمي بالرحمن بقى وشوفوا النتيجة معايا ما شاء الله اللهم بارك ماشي معايا كده زي حتة الملبن بتمشي لوحدها مش متحملة إيدي ولا أي ضغطة مني خالص على الفطيرة بتمشي ما شاء الله سالسة جدا ومريحة لأبعد الحدود شايفين هنحاول نخلي شكلها بقى مستدير ونفردها بشكل مستدير زي ما احنا شايفين ونحاول ما نوسعهاش قوي علشان تبقى طرية كده وامرة برابة وما تكونش نشفة الفطير لما بيبقى طاري بيبقى طعمه لذيذ ويبقى الطبقات بتاعته حلوة وكمان أثناء الخبز بيقب معاك في الفرن ويبقى منفخ كده ولذيذ وطاري ما شاء الله تبارك الرحمن أنا بفضي الهوى بس من الأماكن اللي فيها هوا وآخر حاجة بقى بعملها بعد ما شكلت الفطيرة على شكلها النهائي بدهنها بمعلقة القشطة ومعلقتين الزيت اللي كنا عاملينهم ميكس مع بعض ولازم أدهن من الحرف للحرف وعشان تبقى لونها موحد أثناء الخبز في الوقت ده أنا كنت مشغالها الفرن طبعا قبل ما ببتدي في المرحلة الأخيرة اللي أنا كنت بريح فيها العجين المرحلة الأخيرة سبته شغال مش أقل من ربع ساعة على درجة حرارة عالية لحد ما يسخن جدا علشان لما دخل الفطير بتاعي يدخل على فرن صخن لأن ما ينفعش أدخل الفطير أو أي مخبوزات على فرن بارد هتبقى نشفة جدا وحتنشف معايا وطبعا ده ما ينفعش مع الفطير بالذات لأن الفطير عايز يبقى طري ومورق كده وخفيف وحالو دخلت الفطيرة الأولانية وفي نفس الوقت بفرد الفطيرة الثانية زي ما احنا شايفين اللهم بارك فردتها بالشكل ده وحاولت ما وسعهاش برضو على قد مقدر ما شاء الله الفطير عمل معايا فطيرتين مقاسهم كبير جدا معادي الـ 32 ما شاء الله هابتدي برضو أدهن وش الفطيرة التانية بالإشطة مع معلقة الزيت ومن الحرف للحرف كده ما خليش أي مكان مش مدهون وبردو عشان تطلع معايا لونهم واحد جدا ما شاء الله أنا كده خلصت الفطيرتين بمنتهى السهولة ودي شكل الفطيرة الأولانية وهي في الفرن أنا بخبز في فرن الغاز العادي فرن البتجاز يعني لو كل ناس كلنا كلنا عندنا فرن البتجاز طبعا نقدر نستخدمه من تحت طبعا بتشغليه على نار عالية جدا وبتدخلي الفطيرة والفرن سخن جدا جدا قبل ما تدخليها بربع ساعة أو تلت ساعة وبعد كده بتدخليها من تحت أول ما تحمر زي ما احنا شايفين كده بتبتدي تولعي الشواية شايفين اللهم بارك أخدت لون من تحت وبتديت كده تلون من فوق شايفين معايا اللون ده ويأبى معايا اللهم بارك ما شاء الله من أول ما دخلت علشان الفرن سخني جدا ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن لونها خطير اللهم بارك لونها دهبي وحلوة جدا 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 من الحرف للحرف موحد لونها علشان أنا ده هنتهى بمعلقة من القشطة ومعلقة من الزيت زي ما احنا شايفين هبتدي بقى أخرجها على صانية كده شايفين اللهم بارك الصانية اللي أنا مخرجها عليها حجمها كبير جدا يعني الفطيرة معايا مأسها اللهم بارك كبير علشان تكل بقى فطير طاري جدا وطعمه حلو ووشه ما يتكسرش معاك وانتي بتقدميه لازم تغطيه كده بورقة فايل او بستراتش راب علشان يطرى معاك ويبقى طعمه زي السكر دي شكل الفطيرة التانية وهي في الفرن اللهم بارك عايزة أوريكو قدي ايه هي منتفخة جدا ومرفوعة كده شايفين شكلها ما شاء الله زي البلونة ربنا احسن دايما ما بين ايديكو لما تعملوا الحاجة تطلع معاكو امر كده وتفتح نفسكو حاولوا تجربوا حتى لو في فطيرة نص كيلو ما تقلقوش خالص الفطير مش صعب خالص بس التزمي بالخطوات اعجيني العجينة صح وكمان بمقادير صح وكمان ريحيها كويس جدا ما بين كل مرة ومرة نص ساعة هتديكي نتيجة تحفة ومش هتشتري الفطير من بره خالص ده شكل الفطيرة التانية بعد ما خرجت اللهم بارك زي الاولانية واحسن لونها تحفة من فوق ومن تحت وشكلها وريحتها كمان مش قادر اوصف لكم بقى ريحة الفطير بالزبدة عاملة ازاي شهية جدا لابعد الحدود هبتدي اشيل الفويل عن الاولانية وابتدي اخرج الفطيرة التانية فوقها كده واغطيها بالفويل علشان تتراه ووشها ما يتكسرش معايا أثناء التقديم هسيبها عشر دقايق قبل التقديم علشان تتراه معايا وبعد العشر دقايق هنشوف مع بعض النتيجة الامر اللي كلنا بننتظرها وعايزين نشوفها ما شاء الله اللهم بارك لسه الفطير سخن جدا شايفين ده الفطير بتاعنا شكله لونه من تحته من فوق جلد جدا وشكله خطير وريحته وهمية هنسمي بالرحمن بقى ونبتدي هنقطع الفطير بتاعنا سخن جدا ايدي مش متحمله اللهم بارك بس عايزة وريك وقدي ايه هو خطير ومورق شايفين اللهم بارك الطبقات بتاعتي طحفة طبقة ورى طبقة ما شاء الله تبارك الرحمن انا مش قادر امسكه لانه لسه سخن جدا وكمان رحته خطيرة الزبدة الفلاحي عاملة فرق كبير جدا شايفين اللهم بارك الطبقات وكمان الفطيرة حجمها كبير لونها حلو رحتها تحفة اللهم بارك وكمان طعمه في منتهى اللزازة حضري بقى العسل والجبنة القريش واللبن الرايب وطبقة بيض حلوة كده بالسمنة البلدي وعملي احلى وليمة من الفطير واوعد فكري تشتريه من بره تاني اعمليه بايدك كده بنظافة في البيت شايفين ومنتهى السهولة فخطوة انت هتاكلي احلى فطير شايفين التوريق اللهم بارك وخفيف جدا وكمان مفيش فيه كمية مواد دهنية كبيرة تموع نفسك وانت بتاكليه خفيف جدا ولزيز اللهم بارك هاتي طبق العسل بتاعك بقى الاسودي الجميل كده ويسمي بالرحمن ويلا دوقي معايا احلى والزي فطير مشالك ممكن تعمليه في البيت ما شاء الله تبارك الرحمن ده الجزء اللي تبقى بعد ما اكلنا وحمدنا ربنا اللهم بارك لان الفطير كبيرة جدا ومشبعة قوي وتأكل اكتر من 3-4 افراد اللهم بارك شكله حلو قوي قوي مورق لابعد الحدود شايفين الطبقات بتاعته خفيفة قد ايه وفي منتهى اللزازة لازم تجربوه انصحكم نصيحة لازم تجربوه الفطير بطريقة دي سهل جدا وكمان وكمان مفيش فيه اي مجهود هيعجبكو جدا النتيجة مرضية لابعد الحدود النهاردة كان الفيديو بتاعنا عن الفطير المشالكة الخطير المورق اللزيز اللي لونه ورحته وطعمه كان في منتهى اللزازة اتمنى تجربوه وان شاء الله يطلع من ايديكم زي العسل كده زي قلوبكم واتمنى لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل وتعملوا شير كتير علشان الكل يستفيد واختما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم حبيبي في حفظ